فضال يا أستاذة شكراً سيادة الرئيس ليك الطلبات قبل المرافعة يا أستاذة آه بعد إذن سيادتك يا فندم هو شاهد واحد بس واحد بس؟ أيوة فندم وموجود معنا هنا في القاعة الرائد أيمن سقر ضابط الوقع ومحرر البلاغ الرائد أيمن سقر موجود يا فندم قول والله العظيمة قولي الحق والله العظيمة أشهد بالحق إزاي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله أيمن بيه بعد إذن ساعدتك هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررته عنه الوقع؟ مظبوط طيب ممكن أستأذن من سيادتك إن حضرتك تقرننا للسطور اللي متعلم عليها؟ المحضر كله عند هاية المحكمة مش محتاج قرية يعني يا سيدي مش هيجرى حاجة زيادة احتياط يعني ممكن غلط إملاقي جملة مش مقصودة بتحصل ساعد في زحمة الشغل مش هيحصل حاجة يعني لو حضرتك قريتها اتفضل ماشي وبعد التحقق من شخصية كل منهما وإثناء حواري مع المتهم زياد جابر الكومي تسلل إلينا رائحة غريبة من داخل السيارة وفي رائحة اعتدنا عليها في التدريبات المعملية للعقاقير المخدرة وعلى ذلك قمنا بتفتيش السيارة حتى عطلنا على كمية الأحراز المضبوطة من الحشيش الأفغاني داخل الطابلوب عظيم يا فندا فيه أي خطأ نحوي أو مطبعي في السيغة دي لا طبعا وطبعا سيادتك ما كانش عندك إذن ديابة لضبط المتهم أو لتفتيش العربي دي واقع التلبس يا أستاذا مش محتاجة إذن قب ولا تفتيش وإن لك قاني واقعة فيهم بقى وضع مخل في الطريق العام ولا حرز مخدر للتعاطي والإتجار اللي اتنين طبعا أنا أقدر أفهم الواقع الأول لي ولد وبنتي في الطريق العام في وضع مش لطيف لكن الواقع التانية مخدرات اسمح لي يعني أنا مش فهماها وإيه الغامض في الموضوع حضرتك؟ أنا قلت إنت قلت إنك شميت ريحة الحشيش قبل ما تفتش مظبوط كان فيه دخان حشيش؟ لا يا أستاذة ريحة حشيش خام ودي مش أول مرة أعملها وأنا متضرب كويس قوي على تتبع الروائح المخدرة عظيم جدا بصراحة حضرتك أبهرتني بس إحنا محتاجين ننبهر زيادة وإنأكد ده مش فهم ننبهر زيادة ثاني بعد إذن سيادتك وبعد إذن سيادة المحكمة طبعاً لو ممكن حضرتك تخد لنا لفة في القاعة كده وتقول لنا لو حد هنا معاه حشيش ولا لأ تدور لو سمحتك بعد إذن سيادة الرئيس السؤال اللي بيقول للأستاذة ده سؤال استعراضي الهدف منه إرباك الشاهد وطوريته لإفساد الشهادة الأساسية في الواقعة الاستعراض حصل يا سيادة الرئيس من الشاهد نفسه وصرحه منتعى الغرور في المحضر وتحقيقات النيابة ولو هو واسق من الشهادة بتاعته وعنده الدليل اللي أثبت عليه حالة التلبس وعمل منه زريعة لتفتيش العربية مش هيتوتر ولا حيرتبك هيتفضل حضرته يستعرض قدراته ويوارينا إزاي شم حرز حشيش مغلف ومقفول عليه في تبلول العربية الاعتراض مرفوض يا حزنبي فضل يا سيادة الرائد نفس طلب الأستاذة اتفضل اتفضل سيادتك أنا وقفة جنبك من الصبح لو كان معي يا حشيش كان زمانك حجرتك شميته لو سمحتم لقيت حاجة يا سيادة الرائد مفيش يا فندم يعني حضرتك متأكد أن محدش هنا معاي حشيش؟ لا مفيش جواب نهائي؟ لو سمحت يا أستاذة بلاش استفزاز أنا متأكد من إجابتي السيادة كادي نفسك بالراحة كده بس شكرا يا سيادة الرئيس تفضل ساعدتك إيه ده يا أستاذة؟ مستندات البراءة براءة؟ مش ممكن ده حشيش يا أستاذة ده نهائي سيادة؟ بعدها زي ساعدة الرئيس النهابة بتوجه اتهام مباشر لدفاع المتهم بحيازة نبات الحشيش علناً وفي حضرة المحكمة ده مش حشيش يا رئيس ده حشيش طبعاً يا أستاذة ريحت واضحة جداً بالظبط كده حضرتك ريحت واضحة جداً زي ريحة الحشيش بالظبط بس مش حشيش ما ليه يا أستاذة؟ دي حنة يا فندم حنة؟ حنة بلدي مخلوطة بمواد كيميائية ريحتها ريحة الحشيش بالظبط ويمكن أقوى شوية وده سيادتك تقرير المعمل العمل العينة مرفق بيه إكرار من نفس المعمل بخلوة العينة من أي مواد مخدرة أو مجرمة قانوناً ده صحيح مادة كيميائية بتستخدمها الأجهزة الأمنية لتدريب الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات مادة كيميائية ريحتها ريحت الحشيش وبنسبة أقوى منه 20% كمان غير مغلفة محطوطة في وسط ورق بينها وبين مناخير سيادة الرائد نص متر ومع ذلك ما شمهاش مش ملفوفة ببلاستيك وموجودة في درجة أبلول عربية فين يا سيادة الرائد حسة الشام العظيمة اللي أبحرتنا فين الدليل اللي أسست عليه حالة التلابس فين الحجة اللي دمرت بيها مستقبل شاب بريد لمجرد إنه هو ابن رجل أعمال مقروح من الدخلية فضالي يا جماعة تحلن وسهلا فضالي ما شمع أقول ما شمع أقول إيه دا كله يا جابر بيه إيه دا حضرتك كعيسة ديك الفرلة دي أتعابي أنا مش عايز حاكي يا أستاذة أنا خلاص بعت كتاب تلعات ومستني على عمدتك مش معقول مش ممكن مش ممكن على جابل الفيلي تعالي لما أقول بس بني بس يا جابر بيه هو أنا عارفة طبعاً إن القضية كبيرة ومكتابها سريع بس مش درجة إن حضرتك تديني الفيلا زي دي أتعابي مش معقول ديني ما تسويش ربع أتعابك يا أستاذة أنت نسيت عملتي إيه أنت عن قصتي إبني وسمعتي وحياتي كلها فيسوا أي فيلا زي دي وستدعب قريدك وفضلك عليها ترجمة نانسي قنقر